من أجل هذا أحبائي قدم لنا التبرير ضد شكاية العدو العدو بيشتك علينا بيذكرنا في خطيانا وبماضينا ودائما بيذكرنا أنت شخص وحش وخاطئ ومزنب والغريب والغريب أنه هو اللي بيجربنا هو اللي بيغوينا هو اللي بيسقطنا في الخطيئة ومن بعد ما منسقط ومنفشل في الخطيئة يشتكي علينا أمام الله لكن لما بتتغطى في بر المسيح تستطيع أن تقول له اذهب عني يا شيطان تؤمره بسلطانه باسم الرب يسوع المسيح لو حاولي ذكرك بخطيئك في الماضي ذكره بأبديته أو في مستقبله له مستقبل أليم هو بحيرة النار المتقدة بنار وكبريب من هذا نفهم أحبائي أنه الله له غرض خطة لحياتك بحبك هاي الخطة بتعمل بحكمة بانتجام بإحكام لخلاصك حتى تتبرر وتكون بلا خطيئة وتنال الحياة الأبدية هل أنت مثقل بأعباء وأحمال الخطيئة هل أنت مقيد بسلاسل العبودية هل أنت مستعبد لشهوات وجنس ولإدمان أو خطايا أخرى المسيح يقدم لك التبرير كل ما عليه التافت إلي واخلص يا جميع أقاس الأرض التفت إلى المسيح قل له يا رب تعال إلى قلبي غير حياتي سامحني أنا بتوب عن كل خطيئة توج المسيح رب وملك على حياتك